أهلنا وزير التربية عن تعطيل الدراسة يوم غدنا الأحد للطلبة والمعلمين في كافة المدارس الحكومية التعليم العام والتعليم الديني والتربية الخاصة ومدارس التعليم الخاص على أن يحضر مدير المدارس والمديرون المساعدون في مدارسهم وقالت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات نظرا إلى أحوال الطقس الاستثنائية التي تمر بها البلاد وأضافت الوزارة أن العمل جار في جميع المناطق التعليمية وعلى كل المستويات لحصر الأضرار المادية وإعادة المدارس المتضررة إلى الخدمة على أن تستأنف الدراسة يوم الأثنين المقبل بعد التأكد من سلامة المنشآت الدراسية وكان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي قد عقد اجتماعا موسعا مع وكلاء الوزارة ومديري المناطق التعليمية الستة اليوم لمناقشة التقارير التي تم إعدادها للوقوف على أوضاع المدارس